بسم الله الرحمن الرحيم ويتناول هذا المقرر المرحلة الثانية المحاسبة المتوسطة وبتحديد أكثر الجزء الأول من المحاسبة المتوسطة وهو محاسبة الأصول ونبدأ بعون الله وتوفيقه في الوحدة الأولى من هذا المقرر بعنوان تطور المبادئ المحاسبية والممارسة المهنية وتبدأ بتعريف المحاسبة المالية وطبيعتها يمكن تعريف المحاسبة المالية من خلال وظائفها الثلاث بأنها عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات المحاسبية أو المعلومات المالية عن المنشأة أو عن الوحدة الاقتصادية والتي يمكن استخدامها في التقييم واتخاذ القرارات بواسطة مستخدمي هذه المعلومات حيث أن قدرة مستخدمي المعلومات المحاسبية على معالجة واستخدام كميات كبيرة من المعلومات قدرتهم في ذلك محدودة هنا يأتي دور المحاسبة في العمل على إيجاد نظام قياس واتصال يلخص تلك الكميات الكبيرة من المعلومات الخاصة بأنشطة المنشأة وتوصيلها إلى مستخدم هذه المعلومات بطريقة يمكن فهمها تساعدهم في تقييم البدائل المختلفة أو في المفاضلة بين البدائل المختلفة المتاحة أمامهم ثم الوصول إلى القرار الصائب من هذا التعريف يمكن القول بأن المحاسبة بتعد حلقة اتصال بين الأحداث الاقتصادية الخاصة بمنشأة معينة وبين متخذي هذه وبين متخذي القرارات وذلك كما يتضح من الشكل التالي يتبين من الشكل أن هناك طرفين أحداث اقتصادية تحدث في المنشأة ثم في الطرف الآخر متخذ القرارات الذين يعتمدون على هذه الأحداث الاقتصادية الذين يعتمدون على هذه الأحداث الاقتصادية الخاصة بالمنشأة في اتخاذ قراراتهم وهنا يأتي دور المحاسبة كحلقة اتصال أو نظام اتصال بين تلك الأحداث وبين متخذ القرارات عن طريق وضع هذه الأحداث الاقتصادية في صورة معلومات مفيدة أمام متخذ القرارات تساعدهم في الوصول إلى القرار المناسب وهنا يصور تساؤل حول طبيعة المحاسبة ومهياتها هل المحاسبة يمكن النظر إليها على أنها نشاط خدمي أم منهج وصفي وتحليلي أم هي نظام للمعلومات الحقيقة أن المحاسبة المالية تمثل هذه الخصائص كلها مجتمعا ويتوقف ذلك على الزاوية التي ننظر من خلالها للمحاسبة فإذا نظرنا إلى المحاسبة من زاوية أنها تقوم بتزويد الجهاد المختلفة بالأمور المالية للمنشأة تزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ مختلف القرارات المتعلقة باستثمار الموارد وكيفية استخدامها يمكن النظر إلى المحاسبة من هذه الزاوية على أنها نشاط خدمي وإذا نظرنا إلى المحاسبة من زاوية أنها تقوم بتحديد وتحليل وقياس وتبويب وتلخيص الأحداث والعمليات المالية لإنتاج المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات يمكن النظر إلى المحاسبة من هذه الزاوية على أنها منهج وصفي تحليلي أما إذا نظرنا إلى المحاسبة من زاوية أنها تقوم بتجميع وتوصيل المعلومات المالية الخاصة بالمنشأة إلى كافة الأطراف الذين تربطهم بالمنشأة علاقة معينة أو تتأثر قراراتهم وتصرفاتهم بنشاط المنشأة الاقتصادي من هذه الزاوية يمكن النظر إلى المحاسبة على أنها نظام لإنتاج المعلومات الاستخدامات الداخلية والخارجية للمحاسبة المالية يقصد بمستخدمي المعلومات المحاسبية كل الأطراف أو كل الجهات سواء كانت من داخل المنشأة أو من خارجها والتي يتوقع أن تستخدم تلك المعلومات أو تعتمد على تلك المعلومات في عمليات الدراسة والتحليل واتخاذ القرارات الملائمة أو القرارات المناسبة وتتضمن تلك الجهات الملاك المستثمرون الحاليون والمرتقبون الجهات المقرضة، الموردون، إدارة المنشأة، الأجهزة والهيئات الحكومية، العاملين، اتحادات ونقبات العمال، المستهلكين والمجتمع إلى آخر تلك الجهات التي تربطها بالمنشأة أو بالشركة علاقة معينة من التعريف السابق يمكن القول أن مستخدم المعلومات المحاسبية ينقسم إلى مستخدمون من الداخل وهم المديرون أو المستويات الإدارية المختلفة في المنشأة ومستخدمون من خارج الشركة وهي الجهاد أو كافة الأطراف التي تتباين أرغباتها واحتياجاتها من المعلومات الخاصة بالمنشأة وأهمهم المستثمرون كما ذكرنا، الدائنون الحاليون والمحتملون، جهات الإقراض، الوسطى، الضامنون في برصة الأوراق المالية، الهيئات الحكومية والضريبية، اتحادات ونقبات العمال والمجتمع إلى آخر تلك الأطراف كما ذكرنا التي تربطها بالمنشأة علاقة معينة وتعتمد أو تستفيد من المعلومات المتوافرة في المنشأة